موسيقى اللي ما تحكيش موسيقى موسيقى اللي ما تحكيش سلوة بنعمير بسيس موسيقى 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 على أحلى غديو مرحبا اللي يسمعوا فينا طوى مرحبا اللي يسوقوا في تاكسيهات اللي يسوقوا في الكراه بردوا بالكم سيسوا رواحكم نعرفوا اللي يفهم اسموعة برشا وتحية اللي سائقي التاكسي خطف مسموعة برشا اللي يفهم عندهم وسيسوا رواحكم بربي سيسوا رواحكم أنا نحب نفهم نقطة صغيرة قبل الأخبار حبيت نشوف معاك الأستاذ حسين أستاذ أستاذ عشرف قبل من نجيك أستاذنا محسن نحب نحكي على جزئية صغيرة ما يسيلش يمكن هذي اللي ما تحكيش فيها برشا خلينا من الصفقات أكيد عندنا بعض بش تقودنا على بعض الصفقات المشبوهة وغيره أعطينا نعتبره زي دفاسات غياب الكفاءة مانا مش نحكيو عليه الناس اللي سامحني نقولوه احنا نحكيو كمان بلغة فما اللي بش تمشي تهزلوا انتي كار ولا تهز ولا طيارة ولا الطيارة خطر حتى طياراتنا ولا طيارة برشا ما عادش فما اكل كفاءة متاع في الصيانة التكاركير معناها يجي ما نعرفش ما يجيش في وقته ما يكبسش بالقديق البولان هذيك الموبالات نرجعو لغياب الكفاءة ما فهماش ناس تتحمل المسئولية خللي المسئولين الكبار اللي سوق السائق ساعات ما هوش منتبه سواء انكي نحكي السائق سواء الوسيلة نقل عمومية ولا وسيلة نقل خاصة لا موبالات بغيره ما يمنيش في غيري نتعدى وميسالش انتي عندك كربة انا عندي كاميونة سوميرا مناش ندخل فيك عادي انا ما يجرى لي حد شي وانتي وعليش قلت هكا بربي تازية كبيرة فما الحدث لي سارت ونهارين في هذاكا والله من على الكربة افتحت سوميرا المؤمنة في وضعية ليش هالكماين يدوروا في اي وقت يا اخي انا شفتهم حملين بيضاع 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 بشطيع على اليمين ولا على اليسار روع جاليهم تبدأ تروعش في وسط الكياس يعني ستانتو مش فقط رايب نقولوا مسؤول عمل صفقة ولا ما نعرفش اشنوه ولا اتصور ولا لي 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 سلسلوا عاتيني الديتاي هذي فعلا يعني معناها عدم الكفاءة والاهمال واللا موبالات هذي معناها موجودة ثم يرافقها كونه غياب غياب التفقد يعني غياب عمليات المراقبة تماما انا وقت اللي نجي نشوف مش نتكلم شوي عن نقل الحديد المسافرين معناها نجي نلقى معناها حزمة من الحوادث الكلها يعني ما متسبب فيها العامل البشري اخيرا معناها الاكسيدان اللي صار في مساكن فهمتني ولا لا اللي خلف معناها زوز زملاء معناها توفو ولا يرحمهم لكن العامل البشري معناها للأسف موجود لأنه والناس كل تعلم يعني كونه تحقيق مازال مخرج لكن هو التحقيق في حد ذاته التحقيق في حد ذاته احنا هو رسالة للرأي العام والوزارة والناس كل تسمع فينا رأوا الناس اللي حطوهم في لجنة التحقيق هو عندهم تذارب مسالح لأنه وقت اللي تحط للمدير انت على المنطقة هذيك اللي صار فيها الحادث كمشرف على التحقيق هذا كبيدو فهمتني ولا لا ما يساعدوش منها ما نستبقوش احنا معناها تقرير نهاية تقرير لكن اللجنة في حد ذاته ما المفروض كانت يجب يكون فيها معناها ممثل على المديرية التدقيق الداخلي وكذلك ممثل على مديرية السلامة ومناس عندها كفاءة وقت لنحطوا تحقيق فيها فيها مديرين في حد ذاتهم هما ربما يكونوا متهمين في الحادث هنا ما نجموش نتفاهمه خلينا ما يساعدو نكونوا بروفزيونالي ونستنوا نتيجة التحقيق ما نتسرعوش ونحاولو نكونوا موضوعي يا سيدي ممكن عندك الحق في اللي تخد فيه خلنشوفوا الساعة نتيجة التحقيق ونبعد ينقش لكن انا باش نعرج لك انا او تو نتجاوز لك انا في الوقت الراهن الحادث انت مساكن ونقول لك انا رو فما حادث اخر زادها صار في ميجرين الرياض وقل صار في ميجرين الرياض الحادث ذايا قطار كهربائي معناها ساق قطار هبطت في الزهرة وسلم القطار الزميل وكمل به ودخل في قطار معناها قطار وحدة خطوط بعيدة بتاريخ سبعة عشر الفين واحدة وعشرين ورئيس ما انا اقال الرئيس المدير العام وقال نحلو تحقيق ونحلوه للقضاء واللي انا معناها فندي نقدم لكم معناها الصور نتاعو هاي الصور نتاعو معناها الصور صور كارثية صور كارثية معناها للعربات كيفاش اتدمرت يعني انتاع الخطوط البعيدة عربات لكلها اتدمرت يعني هذي اسباب متاعو شنو هذي اسباب متاعو كونه السائق نزل في محط الزهرة واعطاها القيادة زميلو معناها وزميلو ما يعرش على الوضعية اللي قدام القدام الموجودة قدامه وحرق الضو ومشي يدخل فترة لاخر هذي وضعية بكل صدق هذي وضعية للموبالات هذي كان المفروض معناها اقال سيد الرئيس معناها اقال الرئيس المدير العام ان ذاك وامر بفتح تحقيق التحقيق بيدوا تلاعبوا فيه التحقيق ها هو التحقيق كامل التحقيق كامل ايش يقولوا فيها سيدي ثمانية عربات خطوط بعيدة يقوموا الخسائر انتحها ب76 مليون 76 مليون ما تصلحش حتى كرهبتو معناها الاستول تضرب وبالتالي وما عملوش معناها فما حوايج كانت لازمة تتعمل في التحقيق ما عملوهاش وفي الاخير حتى العقوبة معناها عاقبوا معناها السائق القطار وزميلو اللي مشاه واحد عطاوه شر واحد عطاوه واحدة وعشرين يوم وما تنفذتش العقوبة اتلاقا ثم حتى فيما بعد فامتي بعد وصلت نتائج تحقيق تكملية ما عاودوش من جديد مجد سديب وقت ليخرجوا مذكرة فيه في هذا الخصوص المذكرة من جديد قال لي تحل كذا ما عاودوهاش ثم الرئيس المدير العام ليعوذ المقال تلب انه يحيل الملف برمته الى القضاء وتم التستر عليه وهو مكتوب احالة ملف القضاء ولم يتم احالة القضاء بلغة اخرى انا نجي نشوف وضعية كما هكا في ملف ذا انت على الحادث انت على السبعة عشر الفين وواحدة وعشرين نلقى اربعة مليارات ونص زوز زوز معناها وحدات من القطار الكهربائي الدمرو اربعة مليارات ونص وثمانية وحدات بارقامها من الخطوط البعيدة الدمرت يعني الاسطول الدمر ما يقارب جمليا فلتاشن مليار مشيت من اموال الشعب التونسي والادارة تتستر على ذلك انا فانت اذا كان مش كان هذا فما ملفات اخرى حريق الملف حريق المرشانديز هذه بتاريخ 24 سبع 2019 تحرقت من داخلها والتقرير انت على الشركة يقول لا نستبعد وجود وجود اصنص معناها نقلوف الاسسنص مكتوب مدى حارة لا présence لا présence دي ريسي فيان دي لكيد انفلامابل كم لسنص دون لبوست دي كوندويت ني با ايكارتي وبشاهد الحماية انا الهنى وقل نجي نشوف التدمير الممنهج للأسطول للأسطول ونشوف اللي فما غياب تم العمليات المراقبة وغياب كامل العمليات الردعة كيفاش تحب انت فهمتني ولا كيفاش تحب بمعناها نواصلو الاقرب الهنى انبعتوا كل مرة نرجعوا في الملف الاقرب مش هو استهداف ممنهج الاقرب اللي قلته انت من هو الاهمال الاقرب هو انه واحد واحد خدهم واحده ما نتصورش انه اسمع يلزمنا نعملو هاك وهاك ما نتخيلش الاقرب عليش خطر تلقاها نفس السلوك موجود باختوط كما تلقاها في الكياسات كما تلقاها انت خطره نتمثل السككراح يعني لدوسيم تاعك متاع شمان تفير كما يقوله لكن هيدا موجود حتى حتى في حتى في الواسائل النقل الخاصة زيدي كيف يعني العامل التونسي التونسي هدي هي يحب يخدم ويحب الحقيقة باش نكون واضحين باش نعرج لك نكتبرك باش نكمل هلك اجابة باش ما نفوتوش هذي الكلام منطقي وكلام معناها عام لكن وقت لنجي انا نشوف مجال استأديب منت على شركة الكل اللي هي معناها الاخيرة ما يقارب 40 مجلس ولا 50 مجلس نلقاها سريقة المال العام حفظ الملف سريقة المال العام الإيقاف عن العمل 30 يوم سريقة المال العام الحط بوضعيتين معناها سلسلة كاملة تخريب المعدات نقلة من نصفاق سلاة إلى سيدفة حلة تخريب وإطلاف وحرق الأسلاك تعليق القرار ناس سريقة الأموال الخاصة ببطاقات السير حفظ عام العام 30 يوم سمعني وقلينا نجرد 40 ولا 50 ملف تأديبي اللي هي من المفروض يكون فيما حزم للإدارة والرئيس المدير عام هذين الكل ما يعملهم ويقفلتمين من المحاسبة كيف تحب أنت معناها كيف تحب أنت شركة تمشي هذي وكيف تحب يبقى أسطولها قامس ثمانية عربات الأكسدان ذاك ثمانية عربات مشيت اليوم أربع عربات مشيت وذاك ليش قلت لك يعني فما معناها نقطة استفاهم على عملية الممنهجة أنا أنا زادة حبيت اليوم حبيت معنا الاكتمال للتوازن في البلاتو هذية حبيت جهة رسمية تكون موجودة حتى ما نلقاش رويحنا نحكيه كان على السكاك الحديدية ولا كان على للترانسبورغ إذيك ولا عنا إشهاره باي الإشهار تار شنو نفس بش نكمل الجملة نتعي ولا ما نكملها يا عز تمانيت انه يكون معنا الشخص يكون معنا الصوت للجهات الرسمية بش نحكيه زادة علاء للسيارات فما كثرة كبيرة للسيارات كثرة الكراهب في تونس بارشة فما كراهب هل ترى إذيك البديل للنقل العمومي مش يجي نهار ما فاماش اللي قلنا البره واللي يخليه والسيارات ويمشيه والنقل العمومي احنا بالعكس مع ضغط في المعيشة يعني اللي هنا الرغم أهمية النقل العمومي والخاص إلا أنه نلقاه نعيدها مثيقة كبيرة كبيرة بين المواطن وما بينه ماك علاش يلتشقوا يركبوا في هذي كنف عند الكلاندستان هذي الكل وبعد الأشهار يا عز مرحبا بكم لساعة وخمسة وعشرين دقيقة نمشي مباشرة السيموحسن سيموحسن يقول وسائل النقل الخاصة يعني الخواص كما قلت في البداية وكانت بداية فصلت لي أنا واحدة من الناس دورها أنه جات تدعم في الأسطول العمومي جات تتحسن نورمال ما هو توفر أكثر رفعية طبيعي جدا معني بيش تكون أغلى شوية لأنه عادي جدا أنها خواص دي ما نقوله أنه البخيفي على قليلة نظم منه السلامة على قليلة فما مركز صيانة ومع ذلك تتشكي معني أنا لقيت من لهم أول ما جيت عملت لي خطاب شكيت رجعت لي هنا قلت يحكي على النقل الخاص أكثر من النقل العمومي معني عندكم عندكم مشاكل تفوق قلت لي شكون طوبة بيزيل بشي استثمر معالش فما فلوس حتى للصيانة معالش فما فلوس معالش علش تسكر أغليت والله كيس كيس باعش شو ساير أول ما نجاوبك نرجع للموضوع متاع الوزارة والممثل متاع السلطة الرسمية كيف يكون معانا موجود على الأقل يعطي موقف الإدارة يفسر وموقف الوزارة وإحنا كاتحاد نقلين الخواص توا عنا الوزير هذي توا مباشر السيد الوزير عنده تقريب عامين وهو وزير مزلنا ما نعرفوش مزلنا ما ريناش عملنا مطالب عديدة باش نقابلوه وباش نطعو عليه المشاكل العالقة اللي اللي موجودة موصلناش أكثر موصلنا وصلنا عقدنا اجتماع مع مدير ديوان الاجتماع مع مدير ديوان طرحنا المشاكل والحديث برشا والفعل يجيبوا ربي ما فهماش نرجعوا للوجود متاع النقل الخاص وكيفاش توجد من اللول وكيفاش تواصل أول أبل دوفر صار عام الستة وثمانين تخلقت فيه التسيف من بعد عام سبعة وتسعين تخلقت واحدة أخرى التوت من بعد الفين واربعة تخلقوا ثلاثة شركات التوس والسيتي والنقل المريح عام الفين وخمسة أبل دوفر آخر اخذتوا التوس من الفين واربعة لالفين وعشرة التوس ولا عندها وحدها ماء وعشرة كرة وصلنا فكل فترة هذه الشركات الخاصة عندهم ثلاثمائة كار ثلاثمائة كار كليماتيزي وبلس أسيس وكونفور وانترتيان وعلى المياه وعشرة كيران اللي عند التوس مثلا نجم نتحدث عليها المياه اللي يخدموا المياه يخدموا وعشرة وانترتيان معنتها الوضعية الدهورت بعد الفين وعشرة وصلنا في الفين وعشرة معناه المواطن يجي في الظاحية يحط كرهابته ويأخو الكار الخاصة يمشي يخدم في تونس يرجع الأشي يهز كرهابته معناه ما يمشيش في كرهابه على الطريقة الغربية على الطريقة الغربية ونقول نعطيك الأماكن اللي اللي صار فيها لباركينج واللي باركينج يحطوا كرهابهم واللي في تونس يحط كرهابته في المحطة ويمشي يخدم في البنليو ولا حاجة كمنا معناه وصلنا الوضعية مستحسنا برشا لكن الوضع الدهور بشوية بشوية شنوه اللي صار شنوه صار بالضبط شنوه اللي صار فما الكلفة منتع النقل فيها ثلاثة عناصر عنصر المحروقات عنصر المعدات وعنصر البشري هذو تقريب ثلاثة أثلاث ناخذ عنصر المحروقات المحروقات في العشرة سنين هذو عام الفين واربعة كي بدينا يترت المزوط بربعة مية وخمسين اليوم فوق ملتبلية بار سنك أي موت واكب التسكرة ما تعوارش ما تنجمش التسكرة ما تنجمش تواكب على خاطر التسكرة بدات نعطيه من الفين واربعة اليوم التسكرة ملتبلية بار دول ليكو ملتبلية بار تروعة بار كاتري بار سنك ومتنجمش كشريتك خاصة تعملك الدعم ماذي كمعنتك معانا احنا معانا 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 حتى دعم ومعانا حتى امتياز جبائي نخلصوا الأداءات نخلصوا كل شيء كامل وعانا أداة نخلصوه معانا تاكس دو سيلكولاسيون سور لفيكول الي تمشي كزو كومبونساسيون باش تمول القطاع العام مهم معانتها الموضوع نحبوا نتحدثوا في المواضيع هذه مع الوزارة وتحدثنا مع الوزارات وكل مرة فما ساعات نلقاو هذين ساغية لكن في التنفيذ ما نوصلوش تتبدل الوضعيات يتبدلوا رؤساء الحكومات يتبدلوا الوزارات تتبدل الدنيا كل الدنيا كل تتبدل قلت لك وصلنا في الموضوع الأخرى أكثر مع منع ما نجلسة مع مدير ديوان مدير ديوان بارك الله فيه حديث وباهي ويحب والوضعيات الوضعيات الوضعية مدهورة تماما وكمالا وقريب نقف على الخدمة فرض مرة معناية فما فما امكانية انه النقل الخاص الحافلات الخاصة النقل الخاص تتوقف نهائيا فما امكانية وانا تتوقف نهائيا فما امكانية على خاطر اش طالبي نحنا هم اخذوا جابوا دي في كل دوكازيون كيران متاع معناها قدم من عند من عام الفين وخمساش واعطاونا وزارة النقل عملنا معها جلسة ومحظر جلسة وقلنا باش نجيبوا دي في كل دوكازيون بهي كليماتيزيون وامبونتا الى حد الى حد الان فما لوبيات اللي تعرض فالميدان هذي علش شكونهم المصنعين بتاع الكيران اللي يصنعوا هنا لكن الكار بخمسمائة مليون وبستمائة مليون معدناش قادرين باش نشريوه معدناش نقادرين نرجع للتكاليف الكل فقطك على المزوط المعدات المعدات الدينار الدهور معناها قيمته نقصة فما الكار اللي كوننا ناخذوه بمية وثمانية وخمسين مليون واليوم بخمسمائة مليون وبستمائة مليون معدناش قادرين باش نشريوه الجديد يتزمنا معناها نجيبوا القديم نخدموه بيهم مكنش ما نجموش هو الدولة اللي هي تتمول في في شراء الحافلات الشركات الوطنية ما عادش عندها ماتريال باش تتقاوم ما عادش عندها وقالوا باش يجيبوا هون ميزلوا ما جابوش ما عادش عندهم امكانيات واللي احنا كل شي نخلصوه بالحاضر تشري المزوط تتخلصوا بالحاضر لكن الدولة في المؤسسات متاع الدولة يأكلوا بعضهم الدولة تأكل في بعضها الشركة الوطنية متاع النقل ما تخلصش المزوط المزوط من عندش كون تاخده من عنده سن دي بي سن دي بي متاع الدولة ما تخلصش كون ما تخلصش استير اللي هي بتاع الدولة استير ما تخلصش كون ما تخلصش اللي تاب اللي تاب ما تخلصش المزودين متاحها ومعناها الناس كل سيموحسن سيموحسن نحنا نحكي وتوا على قطاع خاص هذ زعم الاسباب هذي الكل قديت ان يتوا انه فما نوع اخر من الوسائل النقل الخاصة هي كل تاكسيات اللي بالتليفون انتي تحدثت على الكراهب 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 كثرة المواطن اليوم ولت الكراهبة حاجة ضرورية على خاطر باش يوصلوا ليداته للمكتب في وقتهم ويمشي يخدم على روحه ما فماش نقل عمومي اللي ينجم يقوم بالوظيفة هذي كما قال سيحسن بكري قال كيفاش معناها جزتما سيحسن هذي كلم يرجع لك انتي البديل على وسائل النقل العمومية وحتى الخاصة وربي معاها ما قال لك نجمو ناقفو به هي النقل الفوضوي النقل اللي ما يضمنش السلامة النقل اللي خطر اعز حاجة في اللعب يعني المرأة اللي تمشي تخدم اهملها زد السلامة ازا ما تروح ازا ما تروح ازا ما تروح معنا باش ما يكلهش غول الطريق ما تراش انه هالقلة مقولش قلة الواعي هالفوضى هذية نحن كذا دا كشعب مساهمين فيها جريمة هي ري جريمة يعني يعني مع اطراف مع اطراف بالنسبة اللي قاعد يصير في الشعب التونس توري جريمة دولة بامتياز ري ناس قاعدين نموتوا معناها وصرش نموت معناها راو ثم استراتيجيا تاع دولة براتيك موتا وكنشوف احنا القطاع النقل اللي هو نقل الجماعي اخي شوفوا واحد عنده شركة وعنده ثلاثين واحدة والاخر صاب عنده عشرين سنة سنة في رخص اخي علش بتعطيش رخص اخي سامحني انت علش بتعطيش رخص بتطلع لك نقابات اخرين وهو بش يسكر علينا يسكروا علي يريد كفاهي الحكاية مشينا نحنا ارانا في الرجلية هالبرش يقولوا انه جزء ما هو من احد الاسباب هي هالسراع في النقل تخلي واحد تعطيه ثلاثين معناها بمئة مليون تتكلفل ولا قديش معناها رو يحترم القانون يركب ثمانية بلايسات ويستحفظ علي كرهابته وخطره دي كمورد رزقه اما كيتمشي انت الشركة يعطيه بالوافق يقولوا جيب لي متين دينار فالنهار وامورك فهمت معناها السيد رو ظل فاوضى يسوق ويخلص ويعملهم ويزمج وياكل ويعملهم كل شي في الكرهب ويمشي وانا فا الى متاء معناها نحنا والكرهبة لا تدخل لا 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 تتصلح لا تتنظف يقول دي رو وينا نحنا كنشوفوا كرهبة مغسولة في الحومة نفرح ورا رماثة ماش رايز دينا ظلمة دينا انا نقول ناقص ناقصين عنصر اساسي جستما طوال فماش فليه اعطيني مراقب طوكراهب من نوع ذاك لا باب لا حالة 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 ما فماش مراقبين ما ينجم شي راقب يا مادام رامي نجمش كي بيك بشي راقب بشي وقفو بشي وقفو بشي توقف مشكلة تفهم معناها روكي بشي وراك وموشي بشي حجز للكرهبة ولا هي كلا عبادة مش يعمل لها راي قلتك ساي راي سياسة راي جريمة قاعدة تصير رو كان جيت الدولة بالرسمي دولة دي تحت رم روحها راه ونور ما مو كل مواطن تونسي عندو حق في وسيلة نقر الخشبيلة نحنا ما ناخدوش كرهب مو كان جت حضرت لنا الطرقات وكي نرجع موضوعنا متاع متاع الصفقات العمية في الأبين وتتحلوا الطرقات ولا الناس صارع تزيهم وتروازية مقناتر الفوق رو من حقي ناخو كرهبان ووقت اللي توفر لي ناقل تقول لي اخوية اليوم بير ام بير عندك اليوم يتنقلوا هذوما ونولي نخلط كرهبتي وندخل وسط البلاد في الكار ما ما عندكش ناقل ما عندكش بونية تحتية انتي مادام ودي زمها مليارات تريليونية دولورات واحدة اثنين بالنسبة للدولة راهي ما تحتيش جي هاك هتوخد قول يجو انتم اللي عندك كفاءة في السياقة ولا شهدت كفاءة مهنية فيها هاي رخصتك برخدم على روحك هم انت هم يحتجوا هم هم قلنا هالربي قدام الولاي قريب يشاعل ورواح قالك عطينا رخصنا عالش نو المينة ما عطيشوا رخصة كي انت مكش محذر لوكار عطينا رخصة على الاقل خلت انت صب العباد الحساب الخاص يقول جماعة النقلة الخاص بش تيقف رايب الرسمي احنا المرة فياتة طرحنا مشينا عملنا احتجاج مدام مش نحكي لك طرفة كي تقول احنا 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 شكون احنا شكون هتا نقول لك عملنا احتجاج كيفاش نحنا لا لا نعرف لا مخاطر كمجتمع ايه بجتمع مدني ويه عملنا احتجاج قلنا كيفاش احنا ما تعطوناش نقل وش نقول النقل الحذري اللي موجود يركب في العباد وعطوناك كرمتنا وكذا يا اذا بيه كار مع الجاي ولينا انتشحت ويش رجعو هين تعرف عليك شو مع الجاي معنيها راجي مع هنجوم الراجل مع عندوش لأ مش غيقات مع عندوش كيران ما عندوش كانت الري اخر 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 معناها بلاسة اه طوة اردين اربعة قريات قبل المهمة خاطر كارم تيعه بتيعبة تليموه تعبة ما تنجمش تطلع في الصعدة تاح حي النصر وليو حطنا وين الجامحة بش نحكي معاك بالفرش معنا حي النصر بش يهزنا كانوا فكارموه اذي اذا كانوا اخر نصر كار تليموه تعبة ما عاشت نجم تطلع في الصعدة يرحم والديك ولا انت شحته فيه. مم. شوز وشفت من وصلنا. ما فهميش. احنا الهنا والله تعطيك. انا راينا نجيك من قلب عمق المشكل. انا راينا وقت اللي جي عنا ثلاثة مئة تلف مئة وعشتين الف ساكن في حي التضامن. ياخدوا منهم ستين الف. جي تبدل ليس من الاربع انت على الصباح. يجي وشوفوا يوم الحشر. يجي وشوفوا الطبقة العام لكياتحة في تونس بالرسمي اللي هي اللي هي واقفة عليها اقتصاد بالليل. اي محرك الاقتصاد. يجي وكلها ميتلاو من الحياة التضامن ويجي وشوفهم في وفي المنية لو في الانتلاقة. ايجي شوف الميتروية السباح. ايجي وشوف الكيران. ايجي وشوف العباد اشتعاني. ايجي وشوف ولاد ناشي عنه. ايجي وشوف بنيتنا شي عنه. ايجي شوف رضيع في المهدي اش يعاني. ام. معاناة يومية. احنا راو ليت نهات اللي يقولوا غدوة غريف. اراه احنا راو عنا شوي على محلي اللي احنا بيتمعتنا اصوات مناطق مهمشة. حابلنا وعلى محلي القرب على القال بش نوصله صوت الناس المقهورين. راهو ناس توصلنا. راي ناس ولا كابوس كنقولو غدوة غريف. رايو ثم غريفة غدوة اللي بعض غدوة. راي ناس توخلص يوميا. راي ناس يدها في جيوبها. راي ناس معنا ما يخدمش ما يكلش. ام. حاولوا تفهمونا. راينا مش نفي بحبو احت العيش رايو جرفوا الامور واحنا اخوية تتاو نترجع نخدم. رايو يسحتوا عارفوا كي ممشيوا لوش. رايو يسخصوا كي يجيهم موخر. راينا ولينا الطالبين كرمتنا. افهموها هذية راينا نحنا ناس نعانو رايوني دا استغاثة. واضح. وشنو. ما فنماش حاجة بشر مثما امل هكا قدامك ديقول انت هاي جاعدة تم استراتيجية. ما نعرفش. ما نعرفش. ما نعرفش. انا كنت نتمنياش يكون يجيق. رؤية ذبابية. ذبابية. هذا رايو قلنا علاش انا نرشعلك كلمة. ما جي اسمه قومي للنقل. يا اخوية تعالى انا كي 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 استاذ محسن يتاكل تيلي. وكلمة اللي قالها قال ممكن ما عادش نكونوا موجودين وسلم امره لله. ووكعها وبسلامة وفلمان. تلقى روحك. تلقى روحك في 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 دوامة تلعب عليك الدوخة معناها. مقياس الحرارة في تونس في تونس. ما هو حيتضام. بالضبط يعني هي المناطق هذية اللي فيها كثافة سكانية كبيرة. طبقة عاملة كلها نهار سقن فيه نهار سقن فيه محرار غازي محرار. الفين وحداش نهار سقن فيه نهار جمعة. السبت الحد نهار اثنين اصباح لاربع متاع السباح مشيت الحي التضمن. ما زالت النار تشعل في الكلشيات امتاع البانكا متاع الا طيبة. دخلت القهوة لاربع متاع السباح نشرب في قهو. في حي التهضامن قبل ما نوصل للي ساحسين يكلي صار. الناس خارجة الخدامة خارجين بقفافهم بفتوراتهم قصدين ربي يخدموا على رواحهم ما نجموش يقعدوا ما يخدموش عملت تليفون للشركات متاع النقل لكل قلت لهم تخرجوا الكيران وعملت تليفون لصار رجب قلت لها خرج الكيران الناس تحب تخدم على رواحها يلزم منها ناخر معناها ما فماش ما ناخدوش ما نعيشوش خبر الناس معناش شباح معناتها العمل لرما تصبح خارجين بشي يخدموا على رواح الشركة هذي كانت اسمح سيتي في حيطة ضامن كانت تخدم آآ كانت هزا كيمو نقولو معناها الحمل بالرسمي كانت تخدم على كوتية الشرقية اللي فيه المعام فالزوندستريال اللي فيه الناس تاكل الخبز الشركة هذي ما توتع نقول آآ كاكرا ولا سمعنا لارينا آآ يقالو حبست نصبح وكان في كارة تابعة الدولة اللي هي توصل للشرقية كان هي الوحيد سيكونت آآ خمسين واربع عشر خمسين واربع عشر والسيتي هذي شركة وتخيل عادة الاكتغادة اللي فيها وتخيل عادة معناها من آآ من آآ من آآ زونة انديستريال متاع الشرقية تمشي للتضامن الناس تخدم ما يجيوهم التضامن يخدموا في الشرقية رك استنى في الكارة اربعة سلايا في الطريق ما دار نجي معبي وانتي تستنى في ريانة وهي جاية من الشرقية حتى حتى جي الساعة بالضرطة شو قولك تتعدى بتبعتها معبية جي هذي ريل تهز لمناطق الصناعية لهي الشرقية راكي معناها الناس اللي مبلاسة للناس تكل منها في الخلص لا وتمشي تنتج وقت ساد بلاد ساحية معناها الشرقية كبيرة حتى نعطل الشركة الخاصة هذي سكرة ما جابوش لنا البديد باي باي ما عندي أنا ما نقول عندك التعقيد قبل ما نترح يسوئل للأسف يعني للأسف ما نسمع فيه يعني هو تقريبا متابق في كل قطاعات متع النقل والفوضى تخلف الفوضى وانا نحب نقول لك رايا مش مشكلة مجلس أعلى للنقل احنا قدمنا مئات الاقتراحات فانتي ومئات مشاريع العمل وقدمنا عنا يقارب العشرة سنوات واحنا نبرح اراه فانتي لا بد من اسلاح لا بد من انقاذ قدمنا معنا مشاريع كذا لكن المشكلة المشكلة مش في الاجتماعات ولا المشكلة في القرار يعني لا يوجد قرار يعني ما فهماش ناس فانتي ولا ما فهماش خلايا تفكير ما فهماش قرار سياسي معناها واضح يعني كلها للأسف ايدي مرتعشة انا وقت اللي نجي سي اشرف راو راو الوضع اللي قاعد نشوفيه قدامي يعني هبت نقوله ما فهماش هكا انا هبت نقوله انا هبت نقوله اللي الافكار موجودة والتبارك الله في تونس احنا معناها ناس معناها عندها كفاءة في نوادة كاترة ومهندسين وكذا ولكن اغلبهم اغلبهم قضاوا عليهم معناها حطوهم يا فريقو يا دمروهم يا تردوهم الى اخره يعني للأسف معناها توا قيادة القيادة القطاع تقريبا معناها احترازيا معناها كل مدير ولا رئيس مدير عام لابد ان يتابعوا قضية ولا اثنين من شبهات الفساد وهذا يعني مؤلم يعني حبيت نجاوبه هو الافكار موجودة لكن اشكاليتنا احنا ما فهماش قرار سياسي ما فهماش معناها برنامج عمل واضح قبل وزير والمسؤول باش يجي المؤسة يزم يبدأ عامل دياغنوستيك على دياغنوستيك كامل وعامل مشروعه وعامل شنو باش يعمل بالظبط منين باش يبدأ سأشرب غياب الرؤية هذية كان موجوده معادش وقلا منوله واخترك نتشوف الوابعية عمال تمشي وتتعكر يعني كان فهم حكاية هو تقريبا المنعرج اللي صارنا الكل بعد الفين وحداش المنعرج الكل تخلنا دخلت البلاد في حال تسيب وحالة معناها انتع فوضة والفوضة هذية كما قلت لك الكلمة اللولة الفوضة تجيب الفوضة ومعناها الاعتصامات والاضرابات وضعف الادارة والمسؤولين معناها عاتين رقبتهم للأطراف الاجتماعية وبالتالي بشوي بشوي للي وصلنا معناها وضعية مأساوية يعني انا نحب نقول لك نرجع بالنقطة لا 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 بش نرجع بالنقطة انا خنكمل تدخلي على النقل الحديدي خاطر مخذيش محسيت ومخذيش يعني الحلقة مش على النقل الحديدي مخذيش بايو مخذيش بايو نقول لك حاجة نقول لك للاسف صار نطعم ساكن واللي ربي يلتف بينا على كل 34 مجروح ولكن الخطورة تكمن كذلك في الخط نطاتون السيجومي اللي هو الخط الحديث هذا الخط الحديث هذا معناها وزارة النقل معناها شركة متاعنا اقتنى ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين قطار كهربائي القطار الواحد انتاحهم بكلفة خمسة فاصل خمسة مليون اورو يعني ما يقارب عشرين الف عشرين مليار توانسة يعني الاربع قطارات اللي صرحت بيهم باش وزارة النقل باش يقوموا بالاستغلال في الخط تونسي جومي اثنين منهم اثنين منهم عملوا لهم عملية خرط للعجلات ما يقارب الخمسة مرات يعني العجالي يخرطوا فيها دخلوا فيها للواحد يعني تسخن توا الدنيا ولا اي خلل راهوا يجي القطار على برا هو والعبادين تعموا يعني من الاربع هذوكم فما زوز توا تقريبا خارج الخدمة وزوز قاعدين يخدموا لكن الاخطر 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 من ذلك اللي هو غريب في دولة كيف تونس ومسؤولين كيف تونس اللي هو اللي هو الاربع وشرين قطار الاخرين الاربع وشرين القطار الاخرين وين وين تمشي وتوا الجي بي آن المستودع مستودع سيدي فتحالة باش تلقاهم مراسفين بجمال بجنب بعضهم كوما من الحديد تصب عليهم المطر وشتى والقطاع الالكتروني الاربع وشرين قطار هذو ما اللي شنوه هو ما فمعناها من المفروض باش توزعوا على الخطوط الاخرى اللي هي الخطوط هذي يحبلها خمسة وستة زنين وماشي باش تتم يعني تتخيلوا انتوما اربع وخمسين اربعمية وخمسين مليار من اموال التوانسة مطيشة توا كوما تحديد في سيدي فتحالة غديكة كان الاولى كان جيت ناس عندها خلايا تفكير ولا كذا يا اخو يا مو مش الخطوط هذي مش باش تخدم توا ها نوزعها على متروات نوزعها على ولايات اخرى هل يش تبقى كوما من الحديد كما كاكا فلوس التوانسة يعني هذا هذا شي مرعب انا كنت نسمع قبل بيقولوا الحصير قبل الجامع يا اخي هاني بالضبط هاربعة وعشرين قطار مطيشين واحنا نتفرجوا عليهم الاشهار ثم نعودوا ماضي ساعة واثنينة وخمسين دقيقة انا من يحطى الهاس كده منيش نسمع بالكدافة اما يدور لي تنيقشتوا برشا وراق وغيروا عملت الكاسك ومتواصل انا والسيدة المخرجة بطقتل اسمه الحوار عندك سخون ايه صحيح اه على كل احنا الحاجة نعرف بش مان يا سيدي خانيني النقطة البيضة للوحدة النقطة تضول القتب مخي شوية انه انا عندي ثيقة في كفاءتنا وعندي ثيقة في العقل التوزي وعندي ثيقة في انه انه النجم نقوموا مرماد ونواصلوا ونعاودوا وندويوا ورواحنا برواحنا هذي ثيقتنا ان شاء الله كل واحد يكون عنده ثيقة هذية وربي قدل خير شو انت انا نرجع لحكاية الثيقة هذية ايه محبت انتقال مع صديقنا على خطراتنا واجينا وقت اللي صار عنا مشكلة في النقل وكيفيش معناها صار اقتضاد وكثافة سكانية وتحلت برشة معناها اثنية دونك اللي هو ما موش في الليني متاع الشركة نحكي نقل عمومي نقل نقل عمومي لا اللي نحنا اكثر حاجة نحرس عليها هو نقل نحب الدولة تكون موجودة با استدعينا السيد المدير الجهوي اللي هو معناها يحب انتصرف بسلوك حضاري ومشينا نحنا كناشتين مجتمع مدني مع صورة المحلية بوه مغير احتجاجات ما اخر شي باش نستدعي المسئولين وباش نحكم عاهم ونشوف الخوار روين قالوا بوه بالنسبة ان احنا اروا ثم مشاكل اما اعطونا انتم التصوراتكم تصور مدام احنا معناها اتطوعنا ومشينا وعطيناهم الخطوط وعطيناهم التصور وعملناهم وركحنا لهم الكل بعد ما كملنا هذا كل زيد عودنا استدعيناهم نلقوا مدير رجاهوي للنقل القديم اتنحها جديد قال راني ما في بليش مجتمع استمرارية الدولة وعندك محاضر جالسات قال لي راني ما في بليش فاسخ عود من جديد بعد ما عملنا هذي كل والتعب والجهد الجهيد وعام اتعدى براسك من جهدنا قال الاسف را معناش كيران نحنا واصل من نجمش النحاف وراني ما فيماش فلوس ما فيماش فلوس ما فيماش فلوس عنا هتنسؤول مضروبة على يد وما نجمش ياخد حتى الديسيزيون يخاف تليفون ما عندوش تليفون عدل امامة في المسرحية جاي وقرروا نشيلوا العدة قال كنا ما عنديش عدة بصراحة المواطنين والمجتمع المدني وتونسو الكل ري ماذا بينا نلقوا فرصة واش نتكاتبو كنحبو نلقاهو حلو نلقاهو يعني كان نلقى نلقاهو حلو نلقاهو اما كان يزيم الدولة تكون زيادة تكون تكون توفي بوعودها وتكون معناها اه يد يد تحس 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 على الاقل تحط ان ثم الناس مسئولين تحس بالمواطنين هدوم وكان يحبوا يستثمروا في العنصر البشري ويستثمروا في صد البلاتك اعطيني جملك المالاخرانية لك الله يا تونس لك الله يا تونس ان شاء الله حوله مرحبا بيك حسان اللي يشي نشط مجتمع المدني بالفعل لعنى قرص دا تونس عندها ولادها وعندها رجل ان شاء الله يا ربي معناها بإرادة نأمل اش حل ما نعملو معانيش حل واحد اخر الا انو نأمل ان شاء الله غودو اخير واستاذي تكلمتك الاخير سيمو حسن الفرادي يلزم نخدمو العمل الميكرو نخدمو العمل يلزم معناها قيمة العمل تاخو قيمتها كاملة ما فماش ربي يخلق الارض وخلق البشر فوق الارض يستخرج الخيرات بالضبط ويطورها وينتش يزمنا ننجو والانتاج العنصر البشري موجود الطبيعة موجودة الاموال جي والفلوس نجيبوها والفلوس اللي تغيب نجيبها الرجال وكهو يحتيك الصحة هاو الكلام قوموا اكا هاو نثنيوا الركب ونخدموا نخمر الارواحنا وربي جريها على سلاح نكمل معاك سيا شرف بن عايشة جملة 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 والله على كل اهلم انا مازلنا نناظلوا في البلاد يعني مهما صار ويصير معناها ومهما معناها قاموا بعمليات كيدية ومعناها وحرس وامور ممنهجة ضدنا كلمة الحق رايبا ضدكم مشكون عمليات كيدية اهنا معناها انا نجم اقول لك باسم الجماعية الوطنين المبلغين على الفساد اللي هي معناها لأسف في وزارة النقل بالذات تم ترد اثنين من وترد الاخت امل من سوسة من الملاحة وكذلك فما مشاريع ان تعترض زملاء اخرين في ديوان اه معناها قاعدين يتردوا يعني انتو متراو انو هذات ترد عسو في يعني فهمتني على كل ان احنا مواصلين نضالاتنا تردوا الاخت امل كما قتلك من سوسة تردوا معناها يهرسلوا في الاخ ان يسخوني من ديوان المواني البحرية وعديد الاخوة معناها صوت الحق معناها قاعدين يمارسوا في عمليات معناها ممنهجة ضدنا ولكن انا عندي امل على كل خاصة في الاسنسي افتي الاسنسي افتي القوة انتاحها ليس في القيطارات ولا تسيكر القوة انتاحها في الملك الحديدي انتاحها عندها ملك واسع النجم ونستثمروه قدمنا عشرات الاقتراحات ان شاء الله ان شاء الله نلقاوش نجم يسمعنا فهمتني اللي هي تنجم تنهض بالنقل الحديدي خاصة وانا بصراحة معناها الادارة العامة الحالية يعني ما قدمت حتى شيء للقطاع النقل الحديدي بل بالعكس فانتني والعشرات الحوادث لا زماني معناها هذه لابد انو نوضحوها لرأي العام كونه معناها الكفاءة انتاع رقم واحد في كل مؤسسة معناها فهم مؤسسات في العالم يستثمروا على ليدرشيب يعني يجيبوا رجل قاعد بامتياز ينجم حتى المؤسسة ذي كفلوسها تطلع من غدوة بانسان معناها كفاء انا متأكدة اي نعرف نعرف انا متأكدة انو احنا حولنا من خلال الحلقة هذية انو نحطوا هكا شوية رؤوس اقلام لانو المشاكل كبيرة لكن فما فما ارادة منكم منتوهم الناس الكل اللي قاعدة هنا انو نتجاوزوها المرحلة هذه اللي هي من اصعب المراحل اللي مر بها قطاع النقل في تونس بيق نقل عموي ونقل خاص بركة الله وفيك كنت معنا سي اشرف بن عايشة اللي انو وفايل وقت كلمة بسيطة بركة بخصوص بخصوص الجامعية الوطنية للمبلغين على الفساد اللي احنا اسسناها اول حاجة معناها انحيي المبلغين على الفساد في تونس الكل واللي هما قاعدين يحاربوا بالنيابة على الشعب التونسي بصدور عارية وان شاء الله فعالية المجتمع المدني ومجلس النواب يسان دونه في نضالاتنا اكيد اكيد والقروب للنس الكل ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام انتم محيين بخير تحية ليك عزة في الاخراج ايمان في الديجيتال وسامة سعفي في الاعداد كنت معاكم سلو ابن عمان بسايس في لي ما تحكيش في اخر حلقة من هذا الموسم شكرا لكم تفاعلتم معنا بعثونا برشا مساجات حسيتونا ان احنا قرب منكم نرجعلكم في الموسم الصيفي بداية من الجمعة ان شاء الله يرجعلكم مع اسلامة برنامج زادة منوع مع ضيوف متنوعين من كافة المجالات استغلوا النهار نهاركم طيب ان شاء الله بصحة جيدة وعيدكم مبروك مرة اخرى